بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على النبيين الكريم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال نقول لكم إخواني أخواتي إن شاء الله هذا السنة الجديدة 2023 تدخل عليكم بالصحة والهناء والخير والبركات يا رب العالمين إن شاء الله يجيوكم غالي بون شوز هذا ما كان نقول لكم بوناني وكل عام وأنتو ما بخير وسمحوا الإيراني طول تعليكم من شوية إخواني أخواتي وهذه اللي الظروف هكما عارفين الظروف تعنا هذا الفيديو إخواني أخواتي رح أنهدر لكم على طلب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج يعني بار ديكلاغاسيون ولا بار مغياج اهدرنا في فيديوهات سابقة على طلب الجنسية باق فيلياسيون واليوم رح أن أعطي لكم كل الإجراءات ودراسة الملف والمقابلة والرد الإيجابي والرفض وكل المعلومات اللي تنفصلها لكم إن شاء الله بالتدقيق باش تفهموها مليح تابعوا معايا الفيديو إلى الآخر إخواني أخواتي باش ما تراطي باش حتى معلومة وإذا قدرتوا حطوا ورقة واستيلوا واكتبوا رح نعطي لكم كل الوثائق اللي يطلبوا هالكم في هذا الطلب الجنسية عن طريق الزواج نبدأوا على بركة الله ما تنسوا بك إخواني أخواتي تدعمونا بجام واشتراك في القناة هكذا باش نحسنوا من المحتوى باش تشجعونا إخواني أخواتي نبدأوا راح نبدأوا إخواني أخواتي بالمعلومات يعني اللي خاصة بهذا الملف ملف طلب الجنسية بفضل الزواج أو بغ مغياج الشروط أولا يجب أن يكون الزوج يوم الزواج حاملا للجنسية الفرنسية يعني ما يكونش عنده إقامة مهم جدا إقامة أو بعدها يتحصل على الجنسية الفرنسية لا يستطيع الزوج مثلا أو الزوجة طلب الجنسية الفرنسية نظل أرى كم فهمتوني يعني الإنسان اللي رايح يطلب الجنسية الفرنسية الزوج مثلا أو الزوجة يجب أن يكون الزوج انتاعه ديجاه عنده الجنسية الفرنسية ما تكونش عنده مثلا إقامة أرى كم فهمتو يعني مثلا ما يكونش عنده إقامة ومبعد تحصل على الجنسية الفرنسية ومبعد تجي مرتو تطلب الجنسية الفرنسية عن طريق الزوج هذا راه مرفوض هذا بالنسبة للشرط الأول أما الشرط الثاني يجب أن يكون الزوجان يعيشان يعني ما مع بعض بدون انقطاع منذ زواجهما على الأقل أربع سنوات أو خمس سنوات إن لم يقيم الزوج على مع الزوجة يعني في فرنسا مثلا يكونوا عايشين في الإترانجي في هذه الحالة حامل الجنسية الفرنسية لم يصرح مثلا بزواجه بالقنسلية الفرنسية كيكون عايش في الخارج هي مدة خمس سنوات ويجب أن الزوج إذا كان خارج فرنسا يجب التصريح بالزواج بالقنسلية الفرنسية ببلد إقامة الزوجين في الإدارة الفرنسية في هذه الحالة إذا شككت في ذلك راح تطلب مبررات يعني راح تطلب جستفكاتيب بأنهم الزوجين كانوا يعيشوا مع بعضهم صاحب طالب الجنسية الفرنسية زوج أو زوجة عند طالبه للجنسية الفرنسية يجب عليه أن يكون متحصل على بطاقة إقامة يعني لازم تكون عنده إقامة بطاقة سجور بفرنسا في حالة واحدة أن يكون طالب الجنسية تكون له جنسية أوروبية يعني اللي تكون عنده جنسية أوروبية ما يطلبوش فيه بطاقة إقامة فرنسية يكفي فقط عنده يكون عنده باسبور مثلا يكون إسباني ولا إيطالي ولا ألماني المهم يكون أوروبي هذو الأوروبيين ما تطلبش فيهم بطاقات إقامة فرنسية جواز سفر يكفيهم لطالب الجنسية الفرنسية رحوا الآن إلى شرط اللغة الفرنسية يعني كل طالب جنسية فرنسية يجب عليه يكون عنده إثباتات باللي يتكلم اللغة الفرنسية سواء عن طريق العمل ولا عن طريق فورماسيون وإذا كان ما عنده حتى حاجة من هذا فمستوى بيئة ضروري ومشروط يعني كشرط ضروري الشرط الرابع بأن يكون طالب الجنسية لن يحكم عليه أكثر من ستة أشهر نافذة يعني حكم عليه بسبب جريمة أو نقوله مس بالأمن الفرنسي أو الجمهورية الفرنسية أو قضية إرهابية إلى غير ذلك هذه هما الشروط اللي يعني يطلبها الإدارة الفرنسية لطالب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج سوف تختلف من ك إلى ك نذهب الآن للوثائق المطلوبة أول حاجة إخواني أخواتي الفورميلار نميرو 15277 استمارة رقم 15277 سفى فيها النسختين تقدروا تحملوها على السيطة وتعمروها إخواني أخواتي مليح بسيال السود وهذا الاستمارة رح يمضي عليها الزوج طالب الجنسية الفرنسية ثانيا صورتين شمسيتين تلسقوها في كل استمارة تلسقو فيها صورة من هذا الصور ركما تعرفوا مليح الصور اللي ديروهم بالجنسية كما تصورتها للا كارد دي دونتيتي ثانيا طابع باريدي بـ 55 أورو طيما تعو 55 أورو ثالث صورة لبطاقة الإقرامة جستفكاتيف دو دوميسيل يعني شهادة تثبت السكانتاكم نسخة أصلية لشهادة الميلاد كوبي إنتيغرال لشهادة لطلب الجنسية الفرنسية باللغة الأصلية أو باللغة الفرنسية ولا مترجمة لللغة الفرنسية وهذه شهادة الميلاد يجب أن يكون مكتوب فيها اسم الأب وتاريخ الأم والأب وتاريخ ازديادهما في حالة إذا كان متوفرتش هذه المعلومات في شهادة ميلاد طالب الجنسية يجب عليكم تقديم شهادة ميلاد الأم والأب الوثيقة الموالية وهي عقد الزواج الأصلي لا يجب أن يكون مدته أقل من ثلاثة أشهر عند تقديم بالغنسلية يعني تكون نسخة حديثة نسخة جديدة في حالة طلاق كذلك طلاق سابق يعني للزوجة أو الزوج يجب طالب شهادة الطلاق الأصلي بالعربية ومترجم باللغة الفرنسية أو باللغة الفرنسية من البلد الأصلي إذا كان فيه أطفال بين الزوجين تقديم شهادة ميلاد لكل طفل حتى الأطفال لأكثر من 18 سنة فالأطفال مثلا من الزوجة الأول إذا كانت الزوجة مثلا طالبة الجنسية الفرنسية وعندها وفي بلدهم الأصلي مع أبيهم ولا تدير شهادة الميلاد التحم وتدير شهادة الكفالة لأن هذه هذو هم الأطفال عندما تتحصل أمهم على الجنسية الفرنسية وهما مينار أوتوماتيكمون رايحين يرجعوا هذو الأطفال فرنسيين أما الوثائق يعني اللي تحبوا تضيفوها في الملف وهي تقديم شهادة شهادة ميلاد أصلية تثبت أن الزوج فرنسي أو الزوجة فرنسية أو حكم من المحكمة كذلك يثبت بأن الزوج فرنسي أو بطاقة التعريف الفرنسية كذلك وثيقة تثبت ذلك مثل شهادة الجنسية الفرنسية أدلة وإثباتات يعني كل الأدلة والإثباتات التي تثبت بأن الزوج فرنسي كذلك وثائق أخرى مثل لافي دامبو مثلا تعالى الزوج والزوجة مع بعض العنوان يكون عنوان واحد شهادة ميلاد الأطفال التي تكونوا بين الزوجين فتورات الكهرباء والغاز والمياه إلى غير ذلك وتقديم كذلك كونت بونكار يعني كونت تعالى الزوج والزوجة مع بعض وإذا كان عقد الزواج أقل من خمس سنوات يجب تقديم إثبات إثبات العيش أو استمرار يعني العيش بدون انقطاع لمدة ثلاث سنوات على الأقل الوثقة الموالية وهي يعني شهادة السوابق العدلية فإذا كانت طالبة الجنسية الفرنسية أو طالب الجنسية الفرنسية عنده فمثلا أقل من عشر سنوات يجب عليه طالب شهادة السوابق العدلية من بلده الأصلي حيث تكون ليس له سوابق عدلية أما إذا كان عايش في فرنسا أكثر من عشر سنوات فلا داعية لذلك فالإدارة الفرنسية تعمل الخدمة التاحة وتجيب الكاجي دي سياق التاحة أوتوماتيكمو كل هذه الوثائق إخواني أخواتي تكون أصلية ومترجمة باللغة الفرنسية عند مترجم أغري يعني مترجم محلف عند الذهاب إلى المقابلة الآن نروح لنتخوتيا تقديم كل الوثائق الأصلية مدتها حديثة لا تتعدى ثلاثة أشهر الوثائق إذا كانت مكتوبة بالعربية ولا أو بالفرنسية فلا داعية لترجمتها فهي مقبولة ولا يجب يعني ما تترجموهاش بعض الوثائق تكون مسادقة عليها من بلدكم الأصلي فتقديم طلب الجنسية يختلف من مقاطعة إلى أخرى يعني من خفافتير إلى أخرى منها من تقبل يعني إرسال الملف عن طريق البريد يعني تبعتو لهم وكاين اللي تطلب موعد عن المنصة تاخذوا موعد عن المنصة لبخيفكتور باش تقدموا الطالب طالب الجنسية الفرنسية عند تقديمكم لهذا الطالب رح تتحصلوا على يعني كم كوات دوسيتاكم راهو راهو وصل لبخيفكتور بعد أشهر يستدعى طالب الجنسية للمقابلة لوندخوتيا إخواني أخواتي هذة لوندخوتيا مهمة جدا في هذه المقابلة رح يطلبوكم في طالب الجنسية والزوج معها يعني أو الزوج أو الزوجة معه وفي الأخير إخواني رح يسألوكم عن العيش أسكو ماذا تتعيشوا مع بعضاكم أسكو هذا الإنسان يعني في هدر العربية راهو من دامج في وفي الأخير رايح الزوج الفرنسي رايح يمضي على هذه يمضي على وثيقة في نهاية هذه المقابلة الرد إخواني أخواتي رايح يكون من 18 من الشهر إلى 36 الشهر الرد الإيجابي طبعا تقديم للشخص شهادة نقولوكي يعطيكم لابي فابو غابل رايحاني يعيطو لكم ويقدموا للشخص شهادة الجنسية وشهادة الميلاد بالفرنسية وبعدها يعني تقدرو تقدرو الدوموندي والباسبورت في الأميري اللي تسفنوا فيها وش راح نقولكم إخواني أخواتي كي تتحصلوا عليها ويعطيكم شهادة الجنسية الفرنسية وشهادة الميلاد حاولوا تتحقوا مليح من المعلومات تتعكم الشخصية الإسم واللقب وتاريخ الإزدياد إلى غير ذلك هكذا تقدرو كاينين مثلا ديروا كي تلقوا أخطاء ولا ديروا ديروا وراحين يسححوا لكم الأخطاء اللي داروها لكم فلا هذه هي يعني إخواني أخواتي كل المعلومات والإجراءات والوثائق لطالب الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج أو مغياج إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات ولا عندكم أي أسئلة ولا أي استفسارات تخليوا هالي في الكومنتر وننجاوب خوتي واحد بواحد نقول لكم بارك الله فيكم ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم وبركاته